هناء الرئيس عبد الفتاح السيسي كل المصريين بمناسبة عيدي الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير داعيا الجميع لاستنهاض الهمم من أجل مستقبل أفضل تستحقه مصر وأكد الرئيس السيسي على صفحاته رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن يوم الخامس والعشرين من يناير سوف يظل خالدا في ذاكرة المصريين يذكرنا ببطولات رجال الشرطة الذين قدموا في موقعة الإسماعيلية عام 52 خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن مهما كانت الصعوبات وأضف الرئيس السيسي أن هذه هي الروح التي استلهمها أبطال الشرطة على مدار السنوات الماضية فقدموا أرواحهم لتخليص الوطن من آفة الإرهاب وفتحوا بدمائهم الطريق أمام التنمية والعيش الكريم لأبناء الشعب وهو ما طالب به المصريون في ثورة الخامس والعشرين من يناير